اشتركوا في القناة الى تفاصيل النشرة اهلا بكم ينعقد يوم الجمعة المقبل مجلس للحكومة برئاسة صعد الدين العطماني رئيس الحكومة وذكر بلغ لرئاسة الحكومة ان المجلس سيتدرس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الاول منها بتطبيق القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالتكافأ الحيوي للأدوية المتجنسة فيما يتعلق مشروع المرسوم الاخير بالطب عن بعد ويختم المجلس اشغله بدراسة مقترح تعينات في مناصب عليا طبقا لاحكام الفصل الثاني وتسعين من الدستور في خبر اخر قالت مصادر امنية لقناة كاب فانكاتغ تيفي انه تم العثور يوم امسي الاثنين على جثة خمسيني بمنطقة زيتون المحادية لحي الوحدة بمدينة سلوان اتبعت اقليميا لمدينة الندور واضفت ان الجثة تعود لخمسينيا حضر من اقليم دريوشة توفي منذ يومين بحكم الرائحة التي اطلقتها جثته في ذات المكان فيما لم تعرف لحد الان اسباب وفاته وقد تم نقل الجثة لمستوضع الاموات بالمستشفى الحسن بالندور فيما لا زالت تحريات قائمة قصد الوقوف على حيثيات الوفاة محليا انقذت عناصر القوة المسلحة الملكية المرابطة بشاطئ الجبيلة غرب مدينة تنجا صباح اليوم ثلاثة عددا من المهاجرين السريين ينحضرون من دول جنوب الصحراء بينهم سيدتين وجرى نقلهم جميعا الى المستشفى بعدما قضوا وسط قاربهم في البحر ازيد من اربعة ايام المهاجرون السريون الذين حاولوا الوصول الى الضفة الجنوبية لاسبانيا وعددهم ثمانية نقل اتنان منهم في حالة غيبوبة لقسم المستعجلات التابعة للمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة تنجا من قبل عناصر الوقاية المدنية التي حلت بشاطئ جبيلة لتقديم الاصعافات للمهاجرين الذين عانوا من البرودة الشريدة والاعياء نتيجة الايام والليالي التي قضوها وسط المحيط الاطلسي حينما توقف محرك قاربهم المطاطي هذا وحل مسؤولون عن سلطات المحلية وعناصر الجيش المكلفة بحراسة الشاطئ الى جانب عناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث وعملوا على تقديم المساعدات العاجلة للمهاجرين ثمانية قبل نقلهم الى المستشفى فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه العملية شرق اوسطيا قدم وزير الخارجية الفلسطينية رياضة الملكية اليوم ثلاثة طلبا للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بسياسات الاستطان الإسرائيلية غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وطلب الملكي مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستطان وان تعمل على مراحقة المسؤولين عن ارتكابها وان تقوم بواجبها وان تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي دوليا دائما توجه صحفيون جانب لكوريا شمالية اليوم ثلاثة لتغطيات تفكيكها لموقع تجارب نووية كما وعدت وهي خطوة تعتبر بادرة حسنينية قبل قمة مرتقبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوجه عشرة صحفيين من الصين والولايات المتحدة وروسيا على متن طائرة مستأجرة أقلعت من بيكين حسب وسائل الأعلام التلفزية الصينية الرسمية التي أرسلت صحفيين لتغطية الحدث أيضا وأظهرت المشاهد صحفيون وهم يستقلون طائرة صغيرة عليها عالم كوريا الشمالية وإلى شأن أرياضي على إثرية تصريحة المثيرة التي خرج بها وليد ريجراجي مدرب الفتح رباطي بخصوص نتائج المباريات الأخيرة لفريق المغرب التطواني في البطولة الاحترافية قدم هذا الأخير توضيحا بخصوص تصريحه وقال ريجراجي عبر الموقع الرسمي لفريقه تصريحة كان لها هدف واحد التشجيع والحفاظ على العدلة الرياضية إلى غاية نهاية البطولة وذلك بتجنب إقحم الأندية للفريق الرديف المباريات التي ما زالت تحمل تنفسا رياضيا وهو ما قام به نادي الفتح الرياضي بإعدة خمسة لعبين من الفريق الأول من المملكة العربية السعودية لتمثيل الفريق في مباراة سريع والزم يوم الأحد وأضاف مدرب الفريق الرياضي من الواضحة أن تصريحه جاء قصد تفكير في قوانين المصابقة على سبيل المثال أن يكون ستة لعبين من التشكيلات الرسمية قد لعبوا عددا محددا من المباريات مع الاعتدار مرة أخرى نظرا لسوء فهم تصريحتي أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم ثلاثة تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني جولين لوبيتيغي لغاية 2020 وذلك قبل انطلاق نهائية كأس العالم التي تصدفها روسيا هذا الصيف واتفق الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روباليس معلوبتي على تجديد عقد الأخير عمين إضافيين وجرى توقيع العقد في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الكائن في مدريد بحضور المدير الرياضي للمؤسسة مؤسسة فرناندو هيرو بالخبر الرياضي كالعادة نصل إلى ختم هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة نذكركم هذه الأخبار وعريرها تجدونها على موقعنا الإلكتروني كأب 24.TV في أمان الله